بسم الله الرحمن الرحيم الأخوات الكريمات الإخوة الكرام أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في هذا الملتقى الطيب عن الإعلام الجديد ودور الحكومات في هذا الإعلام والإمارات تعيش أيام خير وسعادة هذه الأيام بالأمس كان يوم الأم فكل عام وأمهاتنا بألف خير وأمهاتكم جميعاً والأمهات العاملات بألف خير وإن شاء الله ما بعد ما صار الأمهات يصير الأمهات في القريب العاجل حقيقة يعني على وسائل التواصل على تويتر على الفيسبوك اللي عندي اليومين الماضيات عن الأم ودور الأم وهدايا الأم إلى آخره لكن الرسالة أنه محبة الأم واحترام الأم سلوك يومي ليسه يوم واحد فقط سلوك يومي للمحبة للاحترام للتقدير لإشعارها أنه كل شيء نحن الأباء وضعنا أصعب شوية لأنه الصراحة ما في أيام إنا ولذلك على الفيسبوك كمان واحد غنى سيد الحبايب يا أبويه بدأ ست الحبايب يا حبيبة يا أمي فقلت الله يجبره بخاطرك جبرت بخواطرنا كرجل يوم السعادة أيضا وإن شاء الله أيام الإمارات وأيام العرب والمسلمين كلها أيام سعادة حقيقة ما شعرت هذا الاهتمام في أي بلد عربي لأن أنا كنت بر البلد بالأمس وأول أمس اهتمام بالسعادة وإسعاد الناس مثل اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة وهذا النهج وهذا التوجه في ميزان حسنات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد أمر راشد آل مكتوم اللي فتح عيوننا ووجهنا وقدم القدوة الحسنة أنه في كثير من الأشياء الإيجابية السعادة التسامح الاحترام التميز أشياء كثيرة هو كان القائد الحقيقي القدوة اللي يوجه الناس لهذا العمل الخير والطيب اليوم الندوة ونسمع من المتخصصين عن الإعلام الجديد وهذا الإعلام الجديد مشكلة في آن وحقيقة شيء إيجابي وطيب في آن وآخر إذا استخدمناه بالطريقة الصحيحة بالاتجاه الصحيح الحمد لله أمورنا بخير وهذا أثر على حياتنا يعني أنت تشوف الناس على الإشارة المرورية على الطريق العام على الهايويز تركين السواقة وماسكين موبايلاتهم واحد يقول من يوم ما بلش تويتر والفيسبوك عندي اختربت علاقتي مع نشرة الأخبار والتلفزيون واختربت علاقتي مع الكتاب أنا كنت أقرأ أكثر قبل هذا الموبايل الآن أغلب الوقت أنت تابع وتشوف الأشياء الموجودة على هذا الجهاز الصغير صار أغلى شيء وأقرب شيء بالدنيا عنا يعني أنت مرات كثيرة ما تسأل جوز عن أصدقائك أقاربك أهلك بس إذا تغيب عنا خمس دقائق عشر دقائق تشعر أنها أف وين موبايلي لأن أنت مرتبط فيه ولذلك هذا نعمة إذا وجهناه بالاتجاه الصحيح ونقمة إذا تركنا الأمور على البساطة وعلى البركة والسبحانية لأنه في ناس كثيرة اللي يساووا هالإشياء هذا ترى الناس مهم سهلين وساووا لأسباب كثيرة تفيدهم أولاً وأخيراً فإذا ما أحسننا استخدام هذا الجهاز هذه الوسيلة أن نكون إحنا بخير إذا أسأنا الاستخدام هذا ينعكس سلبياً علينا أن قدوة حسنة في هذا المجال إذا تابعوا تقريدات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تشعروا كم فيها من الإيجابية كم فيها من السعي لإسعاد الناس كم تفتخر فيها بحجم الإنجازات اللي تصير في دولة الإمارات العربية المتحدة للأمانة كنت أمس وأول أمس بالكويت كويت الشقيقة وهذه البلد الكويت كانت وإن شاء الله تبقى وتستمر مصدر إشعاع ودعم للآخرين شعرت كم فيه فرق كبير بين واقعنا الحالي وواقعهم من كافة النواحي من الطرق من التشجير من الطبيعة المشاريع من أشياء كثيرة فالإنسان اللي يعيش في دولة الإمارات العربية المتحدة لازم يشكر ويحمد هذه النعمة الطيبة هذا الخير الكبير اللي يعيش فيه هذه فرصة مشان أدعو كل المسؤولين في الحكومة أن يقتدوا بصاحب السمو الشيخ محمد ويكون عندهم حسابات لأن هذه قناة مهمة هذه منصة إيجابية من أجل تعرف ما يصير توجهات الناس أراءهم ملاحظاتهم ومرات كثيرة تجيك أشياء تفيدك في عملك من خلال هذه الوسيلة الإيجابية الفريق ضاحي خلفان أيضا قدوة في هذا المجال يحل مشاكل كثيرة الصراع من خلال تويتر والفيسبوك يستمع للناس من خلال تويتر ويحل مشاكل ويتكلم مرات عن ملاحظات مؤينة فيها الخير والفائدة والمنفعة لجميع المقيمين والمواطنين الموجودين في هذا البلد فكل واحد فينا يجب أن يكون جزء من عملية التطوير ويستفيد من وسائل الإعلام أنا يقولون لي مرات أنت يا أحمد نصيرات على تويتر كل عن التمييز التمييز الحكومي والإدارة والقيادة فبالفترة الأخيرة صرت أحط أبيات شعرية غزلية المشكلة مع عملية من قصدك وهات 100 يمين أنه يعني هذا بس مشان الناس ما يقولوا التويتر اللي عندك جامد وناشف وهذا مشان ناس آخرين ينضموا إلى المتابعين ودي باسمكم أشكر سعادة منصور المنصوري المدير العام للمجلس الوطني للإعلام على حضورة وتلبية دعوتنا من أجل افتتاح هذه الندوة وأبغي أتمنى لكم يوم علمي سعيد معرفي وإن شاء الله أيامكم وأيام دولة الإمارات العربية المتحدة تكون كلها أيام سعادة وخير ومحبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا